وحول هذه الزيارة كذلك وكل التطورات الحاصلة في الشأن الليبي ينضم إلينا دكتور علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي صباح الخير دكتور يعني كما فهمنا وأفادنا مراسلنا وفد كبير في هذه الزيارة يضم إلى جانب السراج مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ما الذي توحي لكم به هذه الزيارة دكتور علي؟ أولا أريد أن أقول أن هذا الوفد كله من الإخوان وهذا يبين ماذا يفعل الإخوان في كل دولة يدخلون فيها هؤلاء في إمكانهم أن يبيعوا البلاد كلها على أن يبقوا في الحكم السيد مصطفى صنع الله وأنا كعضو في لجنة الطاقة قدمت فيه عريضة تتهمه بأشياء كثيرة منها أنه أصلا غير شرعي ولم يعين بالطريقة الرسمية حسب التشريعات واللوايح وثانيا أنه كان يحابي شركة جلينكور وعطاها من النفط الليبي ما أعطاها وباع شركة ماراتون بالباطل وعين أناسا في التسويق الدولي وهم مطلوبين للعدالة إذن هذا الرجل قدمنا فيه مدكرة مع كل ما تفضلت به دكتور علي قدمنا فيه مدكرة للنائب العام ذكرت لي حضرتك بأن هذا الوافد لن يتردد في بيع البلاد كيف ذلك لو توضح لنا دكتور أكثر أولا كما يفعل الأخوان في كل دولة يريدون أن يبقوا في الحكم مهما كلف ذلك الآن هم جاءوا بالأتراك ويعتقدون ولكن ليس يعتقدون هم يعرفون أن هؤلاء الأتراك إنما جاءوا لكي يسلبوا ليبيا وليس ليحموها ومع هذا يذهبون وسوف يوقعون معهم عقودا في النفط لا تسمح لهم بذلك لأنهم ليسوا شرعيين ولم يمروا على لجنة الطاقة التي أنا منها ولم يمروا على مجلس النواب ويريدون أن يستعيدوا عن ذلك بقولهم بأنهم سوف يسجلونها في الأمم المتحدة لم أسمع بهذا النبط من العقود إلا عند الإخوان وهذا هو الذي يفعلونه ولو راجعت أسماء الوفد لوجدت أنهم كلهم من الإخوان المسلمين وهذا يبين مدى حرص الإخوان المسلمين على بلادنا دكتور علي ما هو شكل الاتفاقيات التي يمكن أن تنفذ الآن بخصوص النفط وهو طبعا الجائزة الأكبر في ليبيا لكل الأطراف الآن ما هو أكثر ما يخشى منه من هذه الاتفاقيات في النفط تحديدا دكتور نحن لا نخشى شيئا لأننا نعرف أننا منتصرون وأن هذه العقود كلها باطلة ولكنني أريد أن أنوه أن تركيا جاءت إلى ليبيا طامعة في الغاز الليبي وطامعة في اقتسام الكعكة مع الأوروبيين لترين أن الأوروبيين جالسين مطمئنين ولا يريدون أن يناكفوا تركيا إذن هي عملية بسيطة واضحة هم يطمعون في النفط ويطمعون في الغاز فتركيا كما تعلمين أنها بعد أن أزيح اسمها من المنع بعد معاهدة أوشي تريد الآن أن تثبت أنها قادرة على التنقيب على النفط وأنها قادرة على استجلاب الطاقة لتركيا حتى تحسن اقتصادها على حساب الليبيين إذن هؤلاء الإخوان يريدون أن يعطوا لتركيا كل ما يستطيعون أن يعطوه قبل أن يذهبوا ويعتقدون أن هذه العقود ستبقى تركيا راهنت على الحصان الخاسر وسوف تخسر ليبيا تماما حينما إن شاء الله نتخلص من هذه الطغمة الفاسدة شكرا جزيلا لانضمامك معنا من القاهرة دكتور علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر